مرحبا بكم أنا جرير دبابني سأقلب معكم عددا من الملفات في الحرة الليلة نبدأ بالتطورات في لبنان وتدعيات استقالة حكومة سعد الحريري على المستويين السياسي والشعبي الاحتجاجات مستمرة المتظاهرون متمسكون بمطالبهم بإسقاط النظام ومحاربة الفساد على الصعيد السياسي الخلافات والانقسامات سيدة المشهد رغم تكليف رئيس الجمهورية ميشيل عون رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري بحكومة تسيير أعمال لكن الخلافات الأكثر حدة هي تلك التي يتم الحديث عنها داخل التيار الوطني الحر ومثارها وزير الخارجية جبران بسيل الذي يبقى واحدا من أبرز العقبات أمام جهود تشكيل أي حكومة مقبلة لم تكن الأزمة في لبنان لتتصاعد حد الخروج إلى الشارع دون استهتار المسؤولين بالقرارات والتصريحات واستئثارهم بالحكم ومعه خيرات البلاد ورغم تعدد الأسماء برز جبران بسيل وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر وصهر الرئيس ميشيل عون ليتردد في هتفات المتظاهرين الغاضبين ذاك الغضب تراكم بفعل ترد المعيشة وفشل النظام تشريعيا وتنفيذيا في معالجة الأزمات فضلا عن تصريحات زاد فيها بسيل من احتقان الشارع ذاك الاحتقان بدأ موجها في البداية فكانت حديثة اشتباكات أنصاره مع أنصار وليد جنبلاط المعترضين على زيارة بسيل إلى جبل لبنان ثم تغريداته التي تضمنت معتبر إساءة لدول دعمة لبلده وللاجئين السوريين والفلسطينيين وهم الذين استثناهم من قبل من أي قرار يتيح منح الجنسية لأبناء اللبنانيات بعدها بأشهر من الجامعة العربية عاد بسيل ليثير غضبا آخر ذا بعد إقليمي فدعا إلى عودة سوريا إلى الجامعة في موقف يناقض سياسة النأي بالنفس ويوافق موقف حزب الله من الأزمة ومع انطلاق الاحتجاجات في لبنان توج بسيل تصريحاته باعتبار أن ما يحدث فرصة لإنقاذ البلاد فتساءل المحتجون ممن إذ تجاهل دوره في السلطة الموصفة بالفساد فأثار ذلك غضب الشارع وربما حزبه الذي بدى منقسما في تأييده لرئيسه ما سبق من تصريح وتجريح يجعل من الهتاف ضد بسيل بصفته جزءا من منظومة الفساد تسلسلا طبيعيا لما يبدو فعلا ولا الدفع الساعات الأخيرة قبيل إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالة حكومته رويترز كشفت عن تفاصيل اجتماع سبق إعلان الاستقالة جمع الحريري بالمعاون السياسي لزعيم حزب الله حسين الخليل الذي جاء لبيت الوسط لإثناء الحريري عن خطوة الاستقالة الحريري في الاجتماع الشكى من عدم حصوله على الدعم الذي يحتاجه لإجراء تعديل كبير في الحكومة أنتم يا حزب الله تقفون خلف جبران باسيل وتدعمونه لم أعد أتحمل ولا أتلقى أي مساعدة ممثل حزب الله حاول استمالة الحريري قائلا هذه الاحتجاجات صارت على أبواب أن تنتهي تقريبا صارت بآخر نفس نحن حدك خليك أوي ليأتي رد الحريري بقرار الاستقالة لقد اتخذت قراري أريد الاستقالة من أجل إحداث صدمة إيجابية وإعطاء المحتجين بعضا مما يطلبون انتهى الاجتماع الذي لم يدم طويلا خرج حسين الخليل وأبلغ قيادة حزبه فتحركت مجموعات على الأرض لمناصري حزب الله وهاجمت المحتجين في وسط بيروت وأشعلت النيرانة في مخيمهم حزب الله اعتبر أن الحريري رمى الأزمة السياسية في معقله ووصفها بالضربة الكبيرة حزب الله كما اتضح من الأزمة الأخيرة لا يريد حكومة مواجهة جديدة بل يريد الإبقاء على حكومة الحريري الذي يمكنه بعلاقاته أن يدفع الضغوط الدولية والعقوبات المتواصلة على حزب الله الحريري تخلص من ثقة لحكومة لا تخضع له فهو يجدد رغبته برئاسة حكومة تكنقراط ربما لإخراج لبنان من عنق الزجاجة السياسية والاقتصادية معنا من بيروت دكتور إبراهيم وفيق وفيق إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي وينضم إلينا أيضا بعد قليل من بيروت نضال السبع الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك دكتور وفيق شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة لاحظت معي وفيق رأى إلى ما ينادي به الشارع ينادي تخيل بإسقاط النظام وينادي بإسقاط الطبقة السياسية وأسقاط بسيل تخيل يضع بسيل في هذه الرتبة اليوم لماذا بالذات بسيل وهذا السؤال دكتور وفيق نحن نطرحه منذ بداية الأزمة وأذكرك وأذكر مشاهدين نحن في انتظار كلمة للرئيس اللبناني مشي العون بمناسبة تذكرة ثالثة لتوليه سلطاته في البلاد لربما ستضمن شيئا عما يجري إضا لا نعلم ننتظر ذلك تفضل دكتور وفيق لماذا بسيل أولا المظاهرات اليوم لم تتطرق إلى بسيل مباشرة تتطرقت إلى طبقة السياسية والنظام الطائفي إنما لم يحدث هنا في ساحة الشهداء ورياض الصلح لم يتم الاقتراب الموضوع بسيلة على الإطلاق نورك من أركان المعاربة السياسية المشكلة إذا كانت في ساحة الشهداء فهي لم تحدث إذا لم تحدث في ساحة الشهداء فهي لم تحدث وإذا حدثت في ساحة رياض الصلح يعني القضي ليس المكان يعني أنت تعرف عن بتتابع وذكرت لك في السؤال قتلك إسقاط السلطة وسط طبقة السياسية وأيضا بسيلة نعم أولا أنا أقول لك أن اليوم معظم الطلقات فتحات هناك اعتصامات لكن الاعتصام الأساسي اليوم يبدو أنه هنا في مدينة بيروت وهؤلاء تقريبا ينضغون في إطار أحزاب سياسية تركز على معادلة تحكم البلد هي معادلة الحريري باسين لأن الحريري باسين كان مرتفقين منذ ثلاث سنوات على الأقل على التخاصص في كل شيء أيضا يبدو أن هناك إسرارا على أن لا يكون باسين في الحكومة المقبلة وهذا الإسرار هو من ثلاث أشخاص الرئيس الحريري سمير جعجع ووليد جبلان يعني يصرون على أبعاد باسين كترجمة لعدم انتصار فئة على فئة لبنانية أخرى هذا طبع يعني لشوء المعادلات الجديدة في لبنان يعني الرئيس الحريري يصر يعني أمس اليوم استقبل الفرزلي واليوم استقبل وساطات يعني علي الخليل وزير المال قابله اليوم للموضوع نفسه وأيضا أصر على عدم يعني على على أن لا تشمل الحكومة المقبلة جمراه باسين لأن جمراه باسين كما قلت لك هو الرمز الآخر للمعادلة الذي يتهمه كل الفرقاء السياسيين المعادلين له لأنه استأسر بكل شيء في البلاد من السياسة إلى الاقتصاد يعني هذا أمر طبيعي هو الرمز الآخر للمعادلة طيب شوف شوف هذه النقطة طيب تسمح لي من أين يستمد بسي القوته نحن اليوم إذا ننطلع مع حضرتك دكتور وفيق ونرى بأن بسيل سقط مرتين في الانتخابات النيابية في بلدته في البترون في نفس بلدته أين القوة الشعبي من أين يستمد القوة يعني إذا في الانتخابات طيب كيف كيف نفسر ذلك دكتور وفيق يستمد القوة من حزبه التيار الوطن الحر الذي يترأسه رئيس جمهورية يعني تقريبا محترم في الشرع المسيحي لا يزال يعتبر الشرع المسيحي وهو صهر رئيس الجمهورية يعني وأيضا متحالف مع حزب الله يعني أيضا هذا التحالف أمن له يعني رصيدا كبيرا في الداخل اللبناني يعني أصبح من الصعب أن يتعرض أحد لباسيل بالإضافة إلى أن باسيل حاول استعادة يعني المفقود من صلاحيات المسيحيين التي أكلها اتفاق الطائف يعني منذ 1982 لم يعد لأسة الجمهورية اللبنانية صلاحيات نقلت هذه الصلاحيات إلى مجلس الوزراء مجتمعا ورئيس الوزراء لذلك حاول كل هذه المدة جمهورية باسيل ربما بتكليفه من حزبه استعادت شيء من هذه الصلاحيات وأيضا توسيع إطار نفوذ حزبه في كل دوائر الدولة لذلك حدث هذا العداء له مع إشتراك الجمهورات وجعل كل الأطراف نواته العداء لأنه تمام عذرني يقاطعك نرحب بنضال السبع الكاتب والمحلل السياسي انضم إلينا من بيروت سامحني أستاذ نضال يعني حضرتك لم تنضم إلينا لتستمع إلى ما قاله دكتور وفيق من وجهة النظر حول لماذا باسيل تحديدا ولكن السؤال لك ما الذي قدمه باسيل للحزب حتى يتمسك العهد به بأزياده وأسنانه ما رأيك أستاذ نضال يعني من الواضح يعني اليوم الوزير جبران باسيل هو صهر رئيس الجمهورية بالتالي هو يعني رجل العهد أيضا يعني هو يترأس يعني حزب مسيحي كبير يحوز على 27 نائب داخل البرلمان يعني بالتالي له كتلة مؤثرة داخل البرلمان وفي المجتمع المسيحي ولكن هذا لا يعني أن الرجل لم يخفق لا الوزير جبران باسيل للأسف الشديد أخفق كثيرا هو جزء من هذه الأزمة ساهم بخطابه في المرحلة الماضية والتركيز على الموضوع المسيحي وكأنه يعني رفع حقوق المسيحيين هو مقدمة للوصول لبعدة علما أن الرئيس ميشيل عون حمل هموم اللبنانيين لم يرفع هموم المسيحيين التيار الوطني الحر عمليا يعني اللي برز في عام 1989 يعني خرج من جمهور الجيش اللبناني والجيش اللبناني محبوب في لبنان وجمهور الجيش اللبناني من كافة الطوائف الشيعية والسنية والدرزية والمسيحية للأسف الشديد أن الوزير جبران باسيل اعتقد للحظة أن التشديد بالخطاب المسيحي ورفع المطالب للجمهور المسيحي مع أن المسيحيين غير مغبودين في لبنان بالعكس هم أساس في التركيبة اللبنانية منذ عام 1943 وحتى عام التسعين كان لهم الحيز الكبير في الحكوم وحتى في عام التسعين عندما جاء اتفاق الطائف عمليا السوريين بالإضافة للسعوديين وبرعاية أمريكية كل الأطراف السياسية في لبنان أخذت حقوقها وبالتالي نحن أمام حكم متوازن في لبنان من أجل ذلك أنا في اليوم الأول كنت ضد رفع شعار إسقاط النظام نحن نريد إصلاح النظام نحن لدينا الآن للأسف الشديد نظام طائفي علينا تعديله من خلال تعديل خروج بسيل هو هو خطوات الإصلاح تم أقرار لبنان دائرة انتخابية واحدة أنا باعتقادي أنه في حالة شكلت حكومة جديدة والوزير جبران بسيل كان جزءا من هذه الحكومة لن نحل المشكلة عمليا الشارع سوف ينطفد وبالتالي نحن أمام استمرار للأزمة مطلوب اليوم خطوات عملية بصراحة الموضوع اليوم أصبح أكبر من الوزير جبران بسيل وأكبر من حزب سياسي وأكبر من طرف يعني يسعى إلى هذا المكسب أو ذاك البلد للأسف يعني نحن نذهب نحو الهاوية مطلوب الآن من الرئيس ميشيل عون إصدار مراسيم مراسيم حقيقية وأن يخاطب أيضا شعبه وبالتالي يعني يضع حلول لهذه الأزمة يعني اليوم إذا بدنا نبدأ أولى الخطوات العملية بتشكيل لجنة قضائية عليا وأن تكون هذه اللجنة مستقلة وأن يوضع تحت سلطة هذه اللجنة جهاز أمن الدولة وأن يتم فتح ملفات الفسائل هذا السؤال الثاني في الفقرة هذه ولكن قبل أن نخلص قضية الملف الأول أو الزاوية الأولى هي قضية باسيل دكتور وفيق هل تنصح اليوم أنت الرئيس والعهد بأن ينستغني عن باسيل درءا للمخاطر عن لبنان الداخلية على الأقل وتهديئة الشارع هل تنصح بذلك أم لا نعم أنا أنصحه بالتخلي عن باسيل وجنبلاط وسامير جعجع وعلي خليل أنصحه بالاستغناء الحكومة استقالت وجنبلاط عبر عن موقفه في باسيل تحديدا الباقين أخذوا مواقفه عبر استقالت لكن أيضا حبيبي لك نحن في لبنان نحن في لبنان والمعادلة السياسية التي كنت أتكلم معك فيها هي معادلة فيها باسيل الحريري والثناء الشيعي أختاروا باسيل وعجبوه على الروم أن كل مطورتون فيها مشكلاتهم نحن نتابع لبنان منيح الله يخليه دكتور وفيق أنت تتكلم عن جنبلاط وريثها وراثة وتتكلم أيضا عن الحريري وريثها وراثة من أين وريثها باسيل؟ وقبل شيء بتقول لي هو فشل في دائرته أجبتني على السؤال المقارنة قد تبدو غير منهجية دكتور وفيق وليسا باسيل طيب إذا ورثها يحق له بالفساد لا طبعا يا أستاذ حبيبي باسيل أخذها من خلال نجاح الرئيس عون في تحقيق ما يعتقده المسيحيون أنه خرر لبنان من السوريين هذه الهالة استفاد منها باسيل واليوم التالي المطل الحر هو أكبر حزب مسيحي في لبنان ننتقل لنقطة تانية بسرعة ومتشر ولدي رئاسة الجمهورية من الطبيعي أن يكون باسيل قوية وهو صهر الرئيس يعني صهر الرئيس لذلك هناك مجموعة جميلة مكان بويز يا أستاذ دكتور وفيق كان بويز وزير خارجي السابق وكان صهر الرئيس وما صار اللي صار معه أنا فقط أطرح لك من الصحفة اللبنانية بشكل سريع يلا نأخذ نقاط سريعة أستاذ نضال الحل برأيك الحل برأيك يا أستاذ نضال الفارق أنا لا روي لا روي يلا نحكينا فيها كثير سامحني دكتور وفيق يا أستاذ نضال هل ستستطيع اليوم هل ستستطيع السلطة في لبنان تجاوز هذه الأزمة أم لا بشكل سريع عطيني حلول إذا تكرمت يعني للأسف الشديد للأسف الشديد الحكومة اللبنانية أخفقت بالتعاطي مع هذه الأزمة هم استهانوا بالناس لم يقدموا حلولا حقيقية للشعب اللبناني الرئيس الحريري أخذ 72 ساعة ومن ثم بعد 72 ساعة خرج بورقة إصلاحية وهي ليست ورقة إصلاحية حتى دخل البلد في النفق أنا آمل آمل من الرئيس عون اليوم اتخاذ قرار واضح وصريح بمعالجة جزور هذه الأزمة ومعالجة الجزور هناك العديد من الخطوات لا يمكن أن يكون الحل للأزمة من خلال إصدار مراسيم عفو بل من خلال تعزيز سلطة القضاء ولا من خلال اللجوء إلى سيدر وزيادة 11 مليار و600 مليون فوق 100 مليار دولار نحن عمليا بحاجة إلى تشهيل كما تحدث قبل قليل وقل لك القضاء جزء كبير منه ووضعه صعب مع ثقته طبعا عبر عن ثقته ولكن كان من أول الضحايا المحتملين كان نجيب ميقاتي رئيس وزراء سابق ماذا تفعل الدول الأخرى؟ ماذا تفعل الدول الأخرى؟ الدول الأخرى عندما يكون لديها هذه الحالة ماذا تفعل؟ يعني ما معقول أنه أيضا نرفع يدينا ونستسلم لحالة الفساد المستشري لا يجوز هذا الأمر يعني لابد من إجراءات لابد أنا أعتقد هناك قضاء نازهين في البلد ليس كل القضاء فاسد لدينا وليس كل القضاء مسيس لدينا هناك قضاء جيد ويمكن الاعتماد هناك قضاء مشهود لهم بالنزاهة ويمكن الاعتماد عليهم إصدار مراسيم بتشكيل هيئة قضائية عليا وأن تكون مستقلة وأن تكون بعيدة على الأحزاب وأن تكون بعيدة عن الطوائف وأن يوضع جهاز أمن الدولة وجهاز أمن شرطي قوي ينفذ قرارات الهيئة القضائية يعني هذه ألف بال المعالجة لموضوع الفساد شكرا جزيلا لك نضال السابع الكاتب والمحلل السياسي كنت أود أن يمتد الحوار لوقت أكبر ولكن للأسف أدركنا الوقت شكرا جزيلا لك أيضا من بيروت الدكتور وفق إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لكم